الحاجة اللي جلبت أكثر التوينسة وعلقوا عليها تتسويت في تبع الشراء في تبع الجراء لليوم بش نبدأوا بطبيعة بالموضوع اللي حدث الموضوع اللي حكينا عليها في الأسبوع اللي فات واللي بديت الحملة لمقطعة المنتجات الفرنسية بعد التصريحات الأخيرة لرئيس الفرنسي مانيول ماكرون كيف كيف زاد على الصور اللي اعتبروها المسلمين إساءة إلى الرسول اللي تنشرت في فرنسا وتعليقات بعض المسؤولين الأخرين يبدو أنه الحملة هاشتاغ لمقطعة المنتجات الفرنسية بعد ما نجحت برشا على تويتر وبعد ما تصدرت تويتر في الليمات اللي فاتت أثرت زاد كيف كيف الرئيس الفرنسي اللي خلى ربما يخرج إلى الرأي العام من خلال تدوين هبطها على صفحة فيسبوك الرسمية متاعه باللغة العربية وبطبيعة وقت اللي هبط باللغة العربية فهو يوجه الكلام متاعه إلى أطراف معينة والهنا على العرب والعرب المسلمين خاصة اللي في فرنسا واللي خارج فرنسا بعد الحملة هذية الكبيرة اللي أثرتهم خلنقرلكم التدوين هذية وبشنا اليوم أحنا بشنا ركزوا أكثر على تعليقات العرب بشنا أهم ما نقرلكم شوية من الكومنتيغ اللي هبطوا بعد التدوين هذية من مختلف الدول العربية خلنقرلكم الساعة التدوين هذية قل فيها ماكرون ما من شيء يجعلنا نتراجع أبدا نتعلق بالحرية ونضمن المساواة ونعيش الإخاءة بزخم تاريخنا تاريخ النضاء ضد كل أشكال الطغيان وتعصب وسنستمر نحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام لنقبل خطاب الحق وندافع عن النقاش العقلاني ونستمر سنقف دوما إلى جانب كرمة الإنسان والقيم العالمية هذية كانت تدوينة الرئيس الفرنسي اللي بعدها بلحظات فقط انهالت التعليقات تحت التدوين هذية وكلها خلينا نقول 99.99% كلها كانت باللغة العربية وتعليقات باللغة العربية نقرلكم بعض ما جاء في التعليقات هذية من غير بطبيعة ذكر الأسامي للأشخاص هذوما تعليق مثلا يقول أليس من النقاش العقلاني نقاش موعد إيقاف نهب فرنسا لدول غرب أفريقيا تلك التي كانت تحت الاحتلال الفرنسي ولم تزل مستعبدة في خدمة الاقتصاد الفرنسي تدوينة أخرى يقول فيها صاحبها دولة العلمانية التي تضمن حقوق الإنسان بغض النظر عن عقيدته أو توجهه السياسي ومن واجبك كرئيس فرنسا أن تحمي شعبك شكرا التعليق الثالثي قول الحرية تحتم عليكم احترام باقي المعتقدات وعدم الإساءة لمقدساتها تقولون عكس ما تفعلون تعليق آخر تحت التدوين هذية يقول زادة أنت من زرع الحقد والكره والعنصرية راجع قراراتك والأهم معالجة المشكل الأساسي حاليا الكوفيد الله يهديك ماكرون قمت باستفزاز مشاعر مليار مسلم لكن ضروري الاعتذار منك تعليق آخر يقول لا يستمد الإخاء من التحدث بلغتنا ولكن باحترام معتقداتنا تعليق آخر يقول كل هذه القيم والفضائل والمزايا والمحاسن لم تجعلكم تفكرون بعقل نية حتى أنكم هاجمتم مقدسات لأمة يتجاوزوا عددها المليار والنصف تعليق آخر اللي لحظته طبعا نقول لكم شوي لأنه مغلب تعليقات تقريبا بفها كلمة والكلمتين تونسي عدد كبير متوين سعلقوا تحت التدوين هذي تعليق آخر يقول أنت لا تحترمنا تسب ديننا ورموزنا هناك فرق بين السب وازدراء الأديان وبين حرية التعبير تعليق آخر يقول ما تفعله يا سيادة الرئيس انتحار وخطأ استراتيجي كبير من شأنه أن يخلف التدعيات كبيرة على فرنسا ومكانتها حريتك تنتهي عندما تكون عندما تكون مشكلة لأدى لأناس آخرين إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعقل أن هذه الصفحة أو صفحة رئيس فرنسا فعلا عاصمة الفن والحداثة والحرية أنك تتحدث كراديكالي يعتبر حديثه نصا مقدسا لا يمكن التراجع عنه ما اقترفته إساءة لدين مليار وثمانية مليون مسلم على امتدال العالم يتنافى مع كل قيم الحرية والديمقراطية نثق أن الشعب الفرنسي نفسه سيقف ضدك قبل الجميع وغيره من التعليقات كانت تعليقات برشة برشة بالتعليقات وبرشة حديث لكن في مغلبها في مغلبها كانت الحقيقة تعليقات معناها فيها احترام فقط تعليق على التدوينة ما فيهش ربما كلمات هكا فيها عنصرية أو سب أو شتم وهذه اللي نحبوه حتى يكون الرأي مختلف ولا تعليق على حاجة ما تعجبش دائما يكون الرد السلمي وبطريقة حذرية كيف كيف إلى جنب التدوينة متع الرئيس الفرنسي فرنسا يبدو أنها كما قلنا تقلقت من حملة مقطعة المنتجات الفرنسية اللي خلى ربما وسائل الأعلام تحكي على الموضوع هذية وكيف كيف وزارة الخارجية الفرنسية في بيان لها زادة علقة على الموضوع هذية في البيان هذية فرنسا دعاة دول الشرق الأوسط إلى منع شركات التجزئة من مقطعة منتجاتها قالت في البيان أنه في الأيام الأخيرة كانت هناك دعوات لمقطعة المنتجات الفرنسية لسيما المنتجات الغذائية في العديد من دول الشرق الأوسط وكذلك دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية ساخرة للنبي محمد هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب أن تتوقف على الفور وكذلك جميع الهجمات ضد فرنسا والتي تدفعها أقلية متطرفة وفق ما جاء في النص البيان هذية باللغة الفرنسية حاولنا نترجمو لكم وكفيها ربما يعتبروا برشا علقوا على بعض المصطلحات اللي صدرت في البيان هذية والنبرة خاصة اللي حسوها العباد وقتي اللي قرأوا البيان هذية أنه فيها نبرة متع أمر معناها ما تنجمش أنت في وضع هذية وتؤمر إلى الدول هذية وإلى الأشخاص هذوما بالإيقاف الفوري للحملة هذية للمقاطعة المنتجات الفرنسية العباد اللي علقت قالت أنه رغم أنه فرنسا كانت ربما خاطئة وفي تصريحاتها وفي بياناتها وكانت عنصرية في التعليقات متاحها وهذا ما خليهاش اليوم تتراجع بل بالعكس أصدرت وزارة الخارجية لبيان هذي اللي فيه نوع من التعالي ونوع زادة كيف كيف من كأنه بالأمر افعل وقل وتوقف هذي اللي خلى زادة كيف كيف وسائل الأعلام في كل الدول العربية تتحدث على الموضوع هذية نرجع إلى وسائل الأعلام الفرنسية اللي زادة في اليومات الأخيرة سلطة الضو برشا على الحملة هذية حملة مقطعة المنتجات الفرنسية صحيفة صحيفة لبارجيان مثلا قالت أنه نطاق الحملة خذاب التوسع كبير برشا في العالم العربي زادة كيف كيف للوقت ينتفض فيه الكثيرون ضد دعم الدولة الفرنسية للحق في السخرية من المقدسات لبارجيان بطبيعة هذية من أكثر الصحف القراءة في فرنسا ومعناها عندها صدي كبير وعندها تأثير كبير على الرأي العام الفرنسي أشارت الصحيفة للحملات المقاطعة المنظمة هذية خاصة من قبل قطر والكويت والأردن فضلا على الوقفة الاحتجاجية التي تنظمت في برشا دول العربية قدام مقر السفرة الفرنسية في عدد من الدول العربية موقع بيف ام تي في زادة كيف الفرنسي يحكي على الموضوع هذية يقول أنه التوتر يزداد بين فرنسا وبعض الدول الإسلامية تزامنا مع حملات المقاطعة في دول الخليجية وتركيا وإيران موقع RFE يقول أن حملة المقاطعة قد تضر بالعديد من الشركات الفرنسية قد تضر بالعديد من الشركات الفرنسية أن الأمر ما اقتصرش على المواد الغذائية حيث قررت 430 الوكالة أصفار تعليق شراء تذاكر الطيران إلى فرنسا كيف موقع فرنسي آخر يتحدث على حملة المقاطعة هذية ويقول أنها تهدف إلى بعث رسائل رمزية أكثر من الإضرار بالاقتصاد الفرنسي وأيضا بطبيعة غير من التعليقات والشخصيات المعروفة في فرنسا وخارج فرنسا ثم زاد شخصيات عالمية علقت على الموضوع هذية ثم لي كان معا ثم لي كان ضد ثم لي كان بطبيعة بين 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 مساندة حملة المقاطعة هذية ومن جهة أخرى أيضا مساندة حرية التعبير وغيره دونك هذا الموضوع ربما الأكثر حقيقة تداولا على مستوى دول العالم العربي ولا عالم ككل هو توتر العلاقات اليوم ما بين الفرنسا والمواطنين العرب المسلمين عامة في مختلف دول العالم ومازالت الحملة متواصلة وربما قاعدة تشهد نساق تصاعدي خاصة بعد تدوينه هذية متع الرئيس الفرنسي وغيره كيف كيف بعض الأخبار الأخرى زادة اللي تم تدولها وحكيوا عليها برشة التوانسة وانسا خلينا نبعد شوية على الشأن السياسي وغيره إلى الفن لأنه التصوير الحقيقة البارحة اللي دينا من مهرجين اللي قونا للممثلة تونسية سارة الحناشي بالإطلالة المثيرة متاحة جلبة الأنظار وحديث الصحافة والإعلام المصري والتونسي ومواقع التواصل الاجتماعي اعتبروها اللبسة وإلا الإطلالة هذية مثيرة وجري جدا جدا من الممثلة التونسية سارة الحناشي نذكروا لي هي مثلة مؤخرا في مسلسل أولاد مفيدة الفستان علقوا عليه برشة قالوا لي هو فيه جرأة كبيرة وربما مهوش ملائم حتى من ناحية الضوق خلينا نقولوا ربما للاحترام للذوق العام يقولوا أنه حتى الاختيار غير موفق في سهرة وإلا في مهرجين اللي بس هذية أكثر منه تنجو تنشي فيه للبحر ولا تمشي فيه خرجة عادية وحدك ولكن مش في حضور مهرجين لكن ثم شكونا اللي كان مع المظهر متاحا قالوا لي هو حلو وخرج عليها لما لا ثم شكونا نتقد عليش قاعدنا في كل مرة في أي مهرجين ننساوي الأعمال السينمائية وننساوي المستجدات وننساوي مثلا خاصة المشاركة التونسية في المهرجين هذية من خلال الأعمال ونقع نركز فقط على الملابس وعلى ذيك شنو اللبسة والفنانة ذيك شنو روبتها مزيانة وننساوي الهدف الأساسي من المهرجانات خاصة سنة في ظل الظرف اللي قاعدين نعيشوا فيه بسبب الكورونا نقص كبير في الأعمال السينمائية ثم إشكال كبير ثم بروتوكول صحي ثم إجراءات خاصة هل تم احترامها ولا وغيره من موضوع مهمة ومهمة جدا تنسيت لكلها قاعد التركيز على لبسة الفنانين وخاصة الفنانة التونسية سارة الحنيشي كما قلنا اللي أثرت الجدال برشا على مواقع التواصل الاجتماعي نمشي إلى أيضا الحديث على الكورونا وآخر الأرقام خاصة بعد التصريح الأخير لمدير العام لمنظمة الصحة العالمية اللي كان حقيقة نهاية الأسبوع ذا مفاجأ ومفاجأ جدا في مؤتمر صحف نهارة الأحد خلس عشرين أكتوبر 2020 يقول أنه الأنظمة الصحية في بعض البلدان متضرة من وباء كوفيد 19 تواجه خطر الانهيار في الأشهر المقبلة وهذا ما سيكون صعبا للغاية دعا رؤساء الدول والحكومات إلى اتخاذ إجراءات عاجل الحد من ارتفاع معادلات الوفيات من أهمها أغلاق المدارس وهذا يا ربما أدل التحذير وإلا الدعوة اللي منذ مدة خلينا نقوله على مستوى تونس كانت ثم برشة دعوات وإلا نقد للمسؤولين على إعادة التلاميذ إلى المدارس في ظل نقص التجهيزات ونقص الإمكانيات بطبيعة المادية لتطبيق البروتوكول الصحي بحذفيره ارتفاع ذلك فيه كبير برشة لعدد الإصابات في صفوف ألا التلاميذ ومعناها مشكل كبير قاعدين يعيشوا فيها الأولياء بين الخوف وبين مصلحة التلميذ يبعثوه يقرأ وما يبعثوش يقرأ المدارس اليوم ثم يقوله كنا نجم أجله لفترة معينة عودة التلاميذ باش نحافظوه على صحتهم ثم يقوله أنه لازمنا نرجع ونعيش وحياتنا عادية ونتأقلمه مع الفيروس هذية ويجي اليوم رأي المدير العام للمنظمة الصحة العالمية لدعاء إلى أغلاق المدارس وهو نعرف أنه تصريح هذية مهم ومهم جدا وعنده تأثير على الإجراءات النجم ونخذوها في المدة الجاية لأنه دائما نعرف الحكومات هي في اتخاذ الإجراءات والبروتوكول الصحي ترجع دائما إلى قرارات منظمة الصحة العالمية والتوصيات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية هي اللي تقول شنو ما ربما الإجراءات والوضع وين نجم وكيفاش نجم ونقيموه دونك بالتصريح هذية والدعوة إلى أغلاق المدارس ربما العديد من الدول العالم في المدة الجاية وخاصة الدول اللي قاعدة تتسجل ارتفاع كبير في عدد الإصابات بفيروس الكورونا ربما باش تضطر مجبرا معناها بعد ما رفضت القرار هذية مضطرة في ربما المدة القادمة إلى أغلاق المدارس مع تواصل الانتشار هذية اللي قاعد يقول اليوم الوضع ما يطمنش بالكل مدير عامة الصحة العالمية الوضع ناجم عن انتشار فيروس الكورونا بشيكون صعب للغاية في الأشهر المقبلة نقول نحن أمام مفترق طرق حرج في مواجهة وباء كوفيد 19 لسيما في النصف الشمالي من الكرة الأرضية قال أنه العديد من الدول اليوم تواجه ارتفاعها في عدد الوفيات وأنه هذا قد يؤدي قريبا إلى استنفاذ موارد أنظمتها الصحية هذا أخر تعليق من منظمة الصحة العالمية ومن مدير عام المنظمة انتظروا شنية بش تكون الإجراءات القادمة بالنسبة لتونس وبقية دول العالم هل بش يتم غلقة أو اتخذ قرار غلقة لمدارس وإلى الله هذي بش تكشفوه في اليامات الجاية لأنه ربما بعض الإجراءات الأخرى اللي قدمتها اللجنة العلمية لمن مرتبعة فيروس كورونا وحسب ما أكدوا في نهاية الأسبوع عذية الدكتور الحبيب غديرة عضو اللجنة يقول أنه قدموا مقترح إلى تفعيل الحجر الصحي الشامل بالنسبة إلى فئة معينة من المواطنين التونسا وهما المسنين ربما لأعمارهم تفوت لخمسة وستين سنة وعندهم بطبيعة أمراض مزمنة هذوما ثم مقترح من اللجنة هذية للحكومة على أنها تنزمهم بالحجر الصحي الشامل وأنهم يقعدوا في ديارهم وخروجهم بطبيعة يعرض إلى المتابعة القانونية في انتظار هل أن الحكومة بطبيعة يبقى دائماً اللجنة الوطنية هي التي تقرر والحكومة هي التي تقرر الأخذ بهذه النصائح والمقترحات والألاه هذي ربما تشوفوه في المدة اللي جاية مع تواصل كما قلنا قبل شوية وعطينا الأرقام منتع الوفيات في تونس قاعدة كل يوم ترتفع ضد الإصابات كيف قاعد يرتفع بنسق كبير برشا إن شاء الله ربي يحمي الناس الكل ورب إن شاء الله يفرج علينا هالغمة هذية موزيكا شوي أخر يجيكم موجز أخبار لحديش نحن نرجع في ساعتنا الثانية من موجة تصبح متبعدوش 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 إلا موجة شكرا للمشيئ